هذا وتواصلت الاحتجاجات الشعبية المناهضة لنظام الولي الفقيه في عشرات المدن الإيرانية ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بإسقاط النظام ونددوا بسياسة نظام الولي الفقيه القائمة على القمع ونهب الأموال والفساد وناشد المحتجون المجتمع الدولي لإدانة النظام وأوصلوا صوتهم للعالم من خلال استغلال وسائل الإعلام الأجنبية التي تواجدت لتعطية المسيرات التي يسيرها النظام لإحياء ذكرى الثورة وطالبوا بضرورة تدخل المجتمع الدولي وفتح لجان تحقيق بشأن المعتقلين والمفقودين وأعلنت وسائل إعلام إيرانية مقتل كاوس سيد إمامي استاذ علم الاجتماع بجامعة طهران بعد نقله إلى السجن وبهذا ترتفع حصيلة قتل السجون الإيرانية إلى أكثر من عشرين قتيلة وقال نجل سيد إمامي في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أن أباه توفي في السجن الذي وضعته به السلطات الإيرانية شهر الماضي وزعمت السلطات الإيرانية أن سيد إمامي أقدم على الانتحار خلال فترة اعتقاله ورفضت السلطات إعطاء أي معلومات إضافية حول الحادثة وغرد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأن أستاذ علم الاجتماع قتل تحت التعذيب بعد أسابيع من اعتقاله ترجمة نانسي قتل